بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد موضوع بعنوان الصلاة هي الحل من أعمال أربعة احنا ساعات في مشاكلنا أو ضيقاتنا بنفكر في مئة حل غير الصلاة وده معناه ان احنا مش مش متبرمجين صح الانسان المسيحي اللي تركبته صح الصلاة بالنسبة له هي الحل لأي مشكلة وأي ضيقة زي العيل الصغير أول ما يحصل حاجة يجري على أبو على طول ما بيقعدش يفكر بدماغه كتير احنا مشكلتنا لأن إيماننا ضعيف بنفكر بدماغنا كتير فتيجي الصلاة حل ضمن الحلول إن جاءت أو ساعات تيجي آخر الحلول لما نعجز والحلتين غلط الصلاة هي الحل الأول وغالبا الأخير في بعض المشاكل تعالوا نعيش قصة من قصة سفر الأعمال اللي قريبة أو لظروفنا اليومين دول عشان برضو نرجع تاني نطلع من زاكرة الكنيسة خبرتها الألفين سنة دول الحاجات اللي بتحصل دي مش جديدة على الكنيسة أبت ولا غريبة علينا دا هو دا الكنيسة بعيشة فيه ونيما فيه بقالها سنين فأعمال أربعة يقول بينما هما يخاطبان الشعب على بطرس ويحان أقبل عليهم الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقين متدجرين من تعليمهم الشعب وندائهم في سعب القيامة من الأموات فألقوا عليهم الأياد ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة آلاف أنا أحكي لكم القصة عشان تبقوا فاهميني له أعمال واحد كان الإصحاح اللي ما بين الصعود والعنصار أعمال واحد المسيح صعد في آخر إنجيل لؤة فأول أعمال الرسل اللي هو الكتاب اللي كتبوا لؤة بعد الإنجيل بيحكي لنا العشر تيام كانوا مرتبطين باللي قالوا المسيح قاعدين يصلوا وصايمين مستنين الروح القدس وفي العشر تيام لقوا أن يهوزة ناقص فقالوا حسب النبوات لازم يأخذ وظيفته آخر يبقى نعين واحد مطرح يهوزة وساعتها صلوا وعملوا الأرعى وجات على متياس أعمال اتنين حل الروح القدس ده عيد العنصار الألسنة من نار والكنيسة بقى فرحانة ووعز الوعز المشهورة وتلات تلاف واحد اتعمته أعمال تلاتة بطرس يحنى طالعين الهيكا اللي يصلوا المزامير في السواعي لقوا الراجل المشلول اللي على الباب ده الشحات المشهور قام بطرس بقى كده بالروح القدس قال له انت هتلاقي عندنا دهب وفضة وممشي باسم يسوع المسيح وممشي الراجل قام ومشي وتنطط في الهيكا لكل الدنيا تقلبت لانه شحات مشهور كل اللي بيزور الهيكا العرف فالقرشاليم كلها تقلبت لانها معجزة اللي يمكن تستخبى بقى ده راجل معروف انه اعرج من بطن امه يعني مولود رجليه ده رايحة خالص فمش ممكن يمشي بعد 40 سن فتقلبت الدنيا فمسكوا بطرسوا حانا بقى ايه لقوا لنها فتنة ومشكلة كبيرة وهتبقى شغلف كبيرة في ارشاليم فهم طبعا بطرسوا حانا خدوها وعظة في الهيكا اللي الالفات عمالة تزحيم اللي بيتفرجوا عن الرجل وهما يوعظوا عن المسيح فجم عليهم بقى الكهنة وقواد الجيش الجند ومسكوه ووضعوهما في حبس الى الغد الغد رموهم في التخشيب لانه صار المساء وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة امانوا من اصحاح اتنين كانوا تلات تلاف اصحاح اربعة بقوا خمس تلاف لك امشي بصرعة اوه وحدث في الغد ان رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا الى ارشاليم بقت ايه بقى ازمة ولازم لا حل فجابوا كل كبرات البلد يشوفوا لهم حل في الجماعة الرسل دول وطبعا دول بالنسبة لهم صيادين يعني عاوز اقول ما لهمش ثقل او وزن اجتماعي خالص انما ليهم وزن دلوقتي بسبب الجماهير اللي بتمشي واراهم فبقت حاجة تقلي اجتمعوا مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنة والاسكندر اسكندر دا زي محامي كبير بس وكيل نيابة يعني مش كويس يعني وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة ولما اقاموهما في الوسط دي اول مرة يحصل محاكمة في سفر الاعمال او في تاريخ الكنيسة بطرس يوحنة عين الصيادين حواليهم وحوش بقى اللي حواليهم دول كلهم ناس تقال قوي وكبار قوي وما بين رجال دولة وما بين رجال هيكل وما بين محامي شغلان عشان يثبتوا عليهم تهمه جعلوا يسألونهما بأي قوة وبأي اسم صنعتما مش قادرين يقولوا بقى الراجل ما عمش يعني كانوا قبل كده كتير من المعجزات بيعملوا ايه غلوش غلوش كده وايه وما حصلش معجزة فيه حاجات كتيرة بتحصل لغاية دلوقتي كده يغطوا على الاحداث انما المرة دي لا يمكن تتغط لان الراجل ده طلع شحات مشهور جدا زيه زي رئيس الكهنة من شهرته كل اللي داخل الهيكل شاف الشحات وده له فلوس ورجليه زي الفتلة يعني لانه من ساعة ما تولد ممشيش فكون الناس كلها شايفة ماشي مش هينفع نقبي مش هينفع ننكر المعجزة فدخلنا في حتة تانية طب عملتوها ازاي امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب والشيوخ اسرائيل ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان او نفحص اليوم يعني لو انتو بتحققوا معنا عشان احسان الى انسان سقيم لو قضيتكم معنا عملتو ازاي المعجزة دي اذا كان ده موضوع التحقيق يعني فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصر الذي صلبتموه انتم الذي اقاموا الله من الاموات بذاك وقف هذا امامكم صحيح يبقى ايه اعترف بقى ايه جهارا كده انه باسم المسيح اللي انتو صلبتوه كده عيني عينك وقام من الموت الرجل ده وقف فيه هذا هو الحجر ده بيكلم ناس يهود فحفظين النبوات قال لهم ده بقى اللي قال عليه اشعية هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناءون انتو البناءين اللي احتقرتو الحجر وانتو اللي صلبتو المسيح من غير مجاملة بقى الذي صار رأس الزواج ده كده اعدام بقى واخدين بالكم ده كده دخل نفسه في حتة يعني طب قول بس احنا قلنا صلينا والراجل مشي والام الدور لا لا ان الام الدور ليه انتو قتلتوه وانتو البناءون اللي تنبع عنكم الانبية وانتو اصلكوا فاصلكم وليس باحد غيره الخلاص ما عندكوش خلاص يا يهود احنا عندنا احنا دلوقت الخلاص باسم المسيح وليس اسم آخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص ده قلبها وعظة ده انت بيحققوا معاك واتروح ورا الشمس تطلع ايه انت قدام وقدام قائد جند وقدام مش مهم وقدام الشمس ورا الشمس المهم نقول الحق اول حاجة عاوز اقولها لكم يا حبائي ان الطبيعي لما الكنيسة تنشط وتنهض الشطاني هيك بصور مختلف فما يحدث يعني بتفسير معين معناه ان الكنيسة في نهضة وانه ناس كتيرة بترجع على ربنا والتلات تلاف بيبقوا خمس تلاف فالشطان هيقف في سقف لازم يتعفرت زي ما هو معفرت ويهيج ويهيج الدنيا على دماغ الكنيسة لازم لان التلات تلاف بيبقوا خمس تلاف بيبقوا ملايين انت ما هو ما يقدرش يسكت فاول ما سمعنا ان الارقام بتنط كده يبقى لازم الدنيا تتقلب فكما كان هكذا يكون ما فيش حاجة غريبة عن جو الكنيسة كان زمان الدنيا هادية لان كانت الكنيسة برضو ايه ماشية بالراحة شوي تاني حاجة ده مش معناه ان ناخد عشر خطوات الورا ونسكت لا هنقول الحق من غير ما نغلط وليكن ما يكون هنقول الحق من غير ولا غلطة بدون خوف من غير ما نحسب النتائج النتائج ده عنده هو لانه هنفاجأ انه بعد الكلمتين دول مفروض اعدام او يروحوا ورا الشمس ده مصاري الطبيعي لا مش هيحصل كده لان ربنا بقى حسب كل حاجة عارف في الضيقة تيجي امتى واخيرها امتى ومزبط كل حاجة لحساب الكنيسة تالت نقطة هنا مهمة الشجاعة وعدم الخوف بطرس الذي انكر امام جارية في نص الليل ومحدش كان هيدره يقول ايه لو قال انا مسيحي ولا بحب المسيح ولا كان حد مسكه ولا عبره ساعتها النهار ده واقف قدام محققين ووكلاء نيابة ورؤساء جيش وقواد الهيكل والسنهدريم كله وبيعلن مش انا بحب الراجل ده اللي اسمه يسوع النصري بيقول انتو اللي قتلتوه فعين الشمس والمسيح هو ربنا واللي مات هو اللي قام وده اللي هو اللي عندكم اللي بتقول الحجر الذي قتلتموه صار رأسا للزاوي ايه ده الراجل ده هو ده بطرس بتاع زمان يعني انا كتير قوي كنا نربط نقول بطرس اللي انكر قدام جارية وعز قدام الاف لا الحقيقة الاقوى من وعزة الالاف في الموقف ده لانه قدام الاف هو ناس حجات جايين قد شليم يحجوا والرجل ايه وعزهم وعزة جميلة وركب الالنبوات على المسيح فالناس قبلت الكلام انما الاخطر هو الموقف ده اللي لا يمكن بطرس بتاع زمان كان يعرف يقفوا ابدا مش بطرس خالص اللي ينفع قدام الناس زي كده فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنى لما لقوا بقى ان بيتكلموا جاهرا بشجاعة ودي مش متوقع خالص من ناس عاميين ووجدوا انهما انسانان عديما لعلم وعاميان دول ما كملوش تعلمهم دول ما يجوش يعني على اي مستوى من العلم فازاي بيتكلموا بالجرأة دي وما حدس قادر يربط عليهم تعجبوا فعرفوهما انهما كان مع يسوع يعني بقوا يبصوا البعض يقولوا مش هما دول تلاميذوا وفي كتير منهم ما يعرفوهوش يعني بقى البديل للعلم ايه كان مع يسوع فهمين الفكرة هما بيجيبوا الكلام ده منين لعلماء ولا اسدزة ولا خطابة ولا جرأة ولا مركز انما احنا فهمنا ما دل اللي كانوا مع يسوع ولكن اذ نظروا هما عايزين بقى ايه يبلفوا المسائل زي ما بيحصل دايما اذ نظروا الانسان الذي يشوف يواقفا معهما ما هو بقى على حظهم الوحش الوحش الجماعة دول الرجل الاعرج لزق لهم عشان لو حد قال ما حصلش يقول انا انا الاعرج تولدت مش لقول وديني واقفة هو طب عملوا معاك ايه قالوا وكلمة قالوا باسم يسوع المسيح ومهمشي مشيت فالرجل كمان التاني مستبيع واقف دليل قاطع انه محدس يقدر ينكر اللي حصل لم يكن لهم شيء يناقضون به واساعات كده كل الظلمة تحاول تلف المسائل وبعدين تيجي لحظة خلاص ما ينفعش مش هينفع نضحك على حد بتبقى واضحة بقى بشكل كده ما فيش بعد كده مجاملات فأمروهما ان يخرج الى خارج المجمع قالوا لا ما احنا مش هينفع ان نتفهم قصادكم طلعوهم عشان نشوف هنعمل معكم ايه وتآمروا فيما بينهم قائلي ماذا نفعل بهدين الرجل هين لانه ظاهر لجميع سكان ارشاليم ان آية معلومة قد جرد بايديهما ولا نقدر ان ننكر يعني بلان ايه ننكر مش نافع بلان ايه خطة الف دي مش نافع خطة به بدأ بمننا مش هنقدر ننكر المعجزة نخلص ما نصحبه ولكن لألا تشيع اكثر في الشعب نهددهما تهديدا ألا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم قالوا على الأقل نلم المسائل ونهددهم لهم ما تتكلموش تاني كده هنعديها المرة دي طلعكم بس ما تتكلموش فدعوهما وأوصوهما ألا ينطق البدتة ولا يعلمه باسم يسوع الأول عاوزكم توقف عند كلمة تعجبه أكتر حاجة تخلي الكرازة تستمر أو تيعلى تأثرها تعجب غير المؤمنين من أكتر الحاجات اللي فرحتني في العشر تيام اللي فاتت زحمة الكنايس ليلة العيد دي كانت بالنسبة لي حاجة مفرحة جدا ليه أجمل شهادة لإيماننا كلنا بدون استثناء كلنا عد على دماغنا مش بعيد ما روحش في الليلة دي مش كده أي حد صلى ليلة العيد عد على دماغه ولولوحلة الله أعلم هتعدي ولا مش هتعدي مش كده ومع كده أكتر من أي عيد العدد المنظر ده قدام العالم كان مدعال التعجب الناس دي مجانين حبكة الصلاة ما يصلوا في بيوتهم ما يفتحوا الغابي بتاعتهم دي ولا سيتي فيه بصوا طبعا الشغل كان عليهم زيادة لكن يعني الأهم من الشغل أنه العساكر والزباط جايين مرعوبين لأن الواحد فيه مش عارفها روح بيته ولا لا ده شغله لو ما عملوش هيتسجن طب انت جاي لابس لبس لأيد عشان يعني يتلون أحمر إيه يعني إيه اللي جابك النهارة فسدقين وكنتوا بشوف فانين الزباط مش فاهمنا الناس دي إيه اللي جرى لها بس كانت أحلى شهادة لإيمان من أول أغزغر قرية في أسوان لآخر حتة في اسكندرية كل الكنيس زحمة بدون استثناء تعجبوا هو ده التعجب اللي احنا عاوزين نثبته للعالم إنه هم عاوزين الكنيس تفضى الكنيس هتزحم كتر خيركو احنا مش عارفين نعمل شغلنا ككهنة ونفتقد الناس جبتولنا الناس جبتوهم ولا أعلى دعاية في الدنيا صدقوني أضعاف كل سن احنا كنا عشر كهنة بنناول خمس صواني قعدنا زياد عن نص ساعة ده أعداد مهولة احنا كنت بنناول في الشارع تقريبا اللي أسبوع تعجبوا إذا نخلي بالكم الكلمة دي إنه في مزيج دايما من الكرازة والألم اللي اتنين دول لازقين لبعض دايما أول ما الكنيسة تكبر لازم الألم يزيد شوية وده يعمل تعجب بس ما يخوفناش لأنه ده وضع الكنيسة الطبيعي وهو ده مصار سفر الأعمال وتاريخ الكنيسة كل وبعدين الكلمة الجميلة هنا تاني لم يكن لهم شيء يناقضون بي اي دي بقى اللي ما نجحناش فيها قوي ليه كان نفسنا ما يتمسكش علينا ولا غلطة احنا بيتمسك علينا غلطات يطلع عيل أي كلام كده ما هواش من الكنيسة يرمي طوبة ولا يشتمش تيما لا مش بتاعتنا احنا مستعدين كلنا نروح شهدة بس لا يوجد ما يناقضون بي ما يلاقوش التهمة علينا أبدا زي ما قيل عن دانيال زمان لم يوجد فيه علة إلا من جهة إلهه مش لقين له غلطة إلا كونوا بتعرف بينهم احنا نفسنا نرجع تبقى كده كنيستنا زمان كده كنيست الشهداء كان جمال هفدي أنه لا يوجد ما يناقضون بي الحكاية واضحة زي الشمس والظلم صريح والفترة صريح والناس دول مش بشر طبعيين وبعدين كلمة تقامره ده مش معنى نهاية القصة الشغل شغال لسه والتقامر شغال برضو ومع هذا التعجب والمعجزة واضحة زي الشمس والاستعداد القدسين للاستشهاد واضح إنما المؤامرات شغال تقامر مش هنعرف ننكر الأحداث طيب نشوف نقل الخسائر هزدائي نجمل الصورة ازاي نحل الإشكال ازاي إذن التقامر مستمر فأجابهم بطرس ويوحان خلاصهم افترضوا إن الكلام بتاعهم منطقي مش هنعدمكم ومش هنسجنكم هنطلعكم دي يعني مفاجأة بقى ايه يعني هدية قال يعني بقى فنظير إن ما تجيبوش سرته تاني الرجل ده اللي اسمه إيه سوء ده يعني أعودوا بقى سكتين بقى ولموا الحال فأجابهم بطرس ويوحان دول اللي مش هيجيبوها البر إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله وحكموا قال لهم طيب ربنا قال اتكلموا وإنتوا بتقولوا ما نتكلموش المفروض نسمع كلام ربنا ولا نسمع كلامكم وحكموا إنتوا مش أنتوا بتعدين مش أنتوا بتوع ربنا المفروض وحكموا إنتوا نسمع لكم ولا نسمع اللي تقلينا من ربنا نحن لا يمكننا أن لنتكلم مش هنسكت هنتكلم برضو بما رأينا وسامعنا طبعا كلام بقى هي ما لهش حال فبعدما هددوهما فضلوا لولهم طب ده احنا هنعمل فيكم وهنسوي أطلقوهما إذ لم يجدوا البت كيف يعاقبونهما بسبب الشعب خلي بالكوا ساعات اللي لم إيد الإرهاب الشعب لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء كان له أكثر من أربعين سنة ده رجل عائل وكبير ما هوش حاجة تستخب ولما أطلقه أتيا إلى رفقائهما طبعا دي حالة ايه مفروض حظر تجول بقى وشغل كبير وقلق فضيع وبطرس يحن دول الكبار يعني مش أي حاتم وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ هنشوفها يحصل دلوقتي الأول قبل ما نشوفها يحصل ايه تعبير الجميل إحنا مش هنسكت مش هينفع نسكت ماينفعش ما نعرفش لا يمكننا أن لا نتكلم هنفضل نقول اللي قاله لنا المسيح هنفضل نخدم هنفضل نقدم المسيح بحياتنا قبل كلامنا هنفضل نعيش حياة مسيحية زي ما وصانا ربنا لما الدنيا كلها تبقى عاوزة تخلص علينا يخلصوا علينا إحنا مش بتوع دنيا يبقى كترخيرهم وأصروا علينا المسافة هددوهما في تهديدية عالكناي الشغالة طب ومال لا نعيرها اهتماما لأن احنا متأكدين مش هيحصل إلا اللي ربنا حسبه كويس في فلتر كده اسمه إيد ربنا هم يعملوا ويدبخوا اللي هم عاوزينه وبعدين لازم تعدي على إيد ربنا الطيبة الحنيين اللي شايلانا من على الأرض الشيل يختار منها بقى إيه اللي يجيبه وإيه اللي ما يجيبوش فالفلتر ده ما بيبصش أبدا أتى يا إيلة رفقائه جميلة قوي كنيسة لما تتلمى على بعض في المشاكل برضو ده إحساس جميل منصدقوني في العيد ده تقريبا كنيس مصر والعالم محدش مذكرش شهداء نجا حمادي وسكندرية في قداس العيد في العالم استراليا وكندا وأمريكا وأوروبا والصعيد وبحري لكل دولولادنا أيا كانوا أتى يا إيلة رفقائهما ده إحساس إحنا كنا محتاجينه إن إحنا نرجع نحس إحنا كلنا عيلة وحدة مش مهم الأسماء مش مهم أنهي كنيسة اللي تخبطت إحنا كلنا عيلة وحدة نتلمى على بعض ولما نتلمى على بعض ونصلي السماء تتهز ليه بس لما نتلمى على بعض لأن أكتر حاجة تفرح السماء لمة الأحباء دي تهز السماء فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا أيها السيد خلي بالكم الحتة دي لما سمعوا راحوا يقولولهم إيه على فكرة إحنا خدنا لنا لنا حلوة في السجن وإيه هددونا وقالوا لنا أوعوا تنطأوا وإحنا أوحنا وعملنا حكوا بقى البقية الرسل للسبعين رسول والعشرة التلاميذ التانيين وشوية الشعب بقى الألافات التانية فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع على السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أنا هقرى النص وبعدنا نقول كم تأمر القائل بثم داود فتاك لماذا ارتقت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل قامت ملوك الأرض واكتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لأنه بالحقيقة خلي بالكم عمل اللي كنت بقول المحاضرة اللي فاتت جابوا نص المزمور وبتدوا يصلوا به يقولوا لو أنت قلت يا رب أنه لماذا ارتقت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل صحيح نحن شايفين المزمور دا على نيد الوقت واضح زي الشمس لأنه بالحقيقة اكتمع على ابنك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس مع أمم وجعوب إسرائيل اللي هي لماذا ارتقت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض وتأمر الرؤساء معا قالوا له أول مرة نفهم المزمور شايفينها على نيكت زي ناس كتيرة أول مرة تشوف استشهاد أول مرة تشوف بجد في العالم سيكون لكم زي أيضا أبو مال كويس أنك شفتها لأنها حقيقة ليفعلوا كل ما صبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون والآن يا رب أنظر إلى تهديدات وما منح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء ولتقرأ آياته عجيب باسم فتاك القدوس يسوع الأول لما سمعوا رفعوا في فرق بين سمعوا ورفعوا قدامكم في أي فعل آخر في أي جملة اعتراضية نفسنا أول ما نسمع نعمل إيه نصلي أي خبر يجي لك أول ري أكشن ترفع قلبك وتكلم ربنا لما سمعوا رفعوا وبنفس واحد تسمع في أي حتة في أي مكان كل الري أكشن بتاع الكنيسة أو أحد في أي مكان من العالم نرفع نصلا نصلي دي قعدة ما لهاش بديل بنفس واحدة يعني من أصغر واحد لأكبر واحد عارف القعدة دي محفورة في قلبه ماشي في دمه بدل تحصل مشكلة أو أزمة أو ضيقة يلا نصلي ما نعرفش نعمل غير كده قبل أي حاجة بنفس واحدة وبعدين لما نصلي مش نقوله اعمل فيه مسوي لا ده مش موضوعنا فرقوش معانا خالص احنا أول ما نصلي نقوله انت مين يا رب نراجع بقى انت مين انت هو الله انت هو الإله الصانع يعني ايه بنطمن نفسنا انه في إيده كل حاجة هو اللي عمل البشر دول هو اللي عمل التاريخ كله هو اللي كل الدنيا دي في إيده وفي أسبوع إيده فقبل ما ننفعل ونتخد ونفكر ونحسب لا 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 الأول راجع مين أبوك مين إلهك إلهك ده اللي خلقهم وعملهم على قديه هم وكل التاريخ والسياسة واللي فات واللي جاي انت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر واللي فيها يبقى إيه قيمة المقدمة دي في الصلاة المقدمة دي من أجل الإيمان أنت رب كبير أوي فكل اللي بيحصل ده جنبك صغير أوي ده كلام ما يزعجكش ولا يزعج ولادك أبدا أنت هو الإله الصانع السماء والأرض القائل بفم داود عبد فتاك لماذا ارتجت الأم وما تفكر الشعوب الباطل هنا تلاحظوا بأن مخهم راح لأيام داود عشان يقولوا قاعدة بنقولها في الأداس وكتير مننا مش فهمة اللي هي لما الشعب يهتف ويقول كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل طيب بما أنه كما كان أنت ما سمعتش في الصينكسار دا احنا تلات تربع الصينكسار تلات تربع الصينكسار شو هده يعني ما بيفوتش أسبوع إلا فيه من ثلاثة على الأقل يقول لك سيرة شهيد مش عارف إيه شهيد يعني إحنا واخدين على الشغلة دي إيه الجديد اللي فيها الرسل 11 من الـ 12 شو هده والـ 12 كان نفسه بس ربنا قال له استنى ما تكتب الإنجيل والرؤية وراءنا شغلة تانية فإيه الجديد ما فيش زمن الكنيسة لم تتطهد ما فيش إلا لو انحرفت الدنيا تسقف له ما تتطهد لما طول ما هي مستقيمة لازم تتطهد عادي جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالطقوة في المسيح يسوع يتطهدون فكما كان هكذا يكون من داود قال ودينا بنشوف وبكرة هنشوف واللي المسيح قاله شايفين قصاد عينينا كل يوم لأن ربنا ما تحكش علينا قال لنا طباكم طردوكم عياروكم كذبوا قالوا عليكم كل شر كاذبين ما حصلش حك يبختوكم بالسماء سؤال ليه سؤال لماذا اتقال في الصلم إنما الغريب السؤال دا مالوش إجابه تلاحظوا إن الصلم ما جاوبتش على السؤال لماذا ارتجت الأمم مش عارف حد لقى إجابة في النص لماذا تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لا مش عارفين ليه إنما هي مفهومة ضمنيا إن الشر مش مستحمل الخير ومش مستحمل الكرازة بقيت المزمور على فكرة في حتة جميلة بس هما فهمينها وحفظينها ضمنيا يقول الرب في السماوات يضحك بهم يستهزئ بهم يعني ربنا قاعد بيبص يقول إيه اللي بيعملوا ده قاعد من السماوات يتفرج إيه الإرهابيين دول يجيب مثلا رئيس الملايكة مخايل يقوله إيه اللي بيعملوا تحت ده هما فاكرين يقدروا عالكنيسة يستهزئ بهم دول بالنسبة له شوية تراب بيلعبوا فبيبص عليهم بيعملوا إيه دول دول فاكرين يقدروا يلمسوا شعرة من شعر رأس ولادي يقدروا يقربوا من الكنيسة صنطي هما مش فاهمين الكنيسة دي تابع مين ولا إيه فالرب في السماوات يضحك ويستهزئ طب سايبهم ليه رب قال ما عليش سايبهم عشان تاخدوا إكليل شهادة وتاخدوا بركات وتاخدوا حاجات حلوة إنما دول فاكرين نفسهم يقدروا عالكنيسة الرب يستهزئ بهم يعني نانسنس إن الناس ترفع إيديها عالكنيسة هما مش فاهمين بيقعوا مع مين هما بيقعوا مع ربنا فعشان كده ربنا بيبص ويضحك انتو هتوقعوا معاي أنا طيب فتفكرت الشعوب في الباطل يعني الناس مخاهة لوح وبقتمشى في الغلط وبتفكر في الغلط الآية اللي بعد كده تقول إيه لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس مع أمم وشعوب إسرائيل تاخدوا بالكو هنا ما قالوش رب أنت أصلك سمحت لنا بالألم وسبتهم يتقو علينا ويضربونا ويهددونا لا مخهم راح على طول في مين في ربنا يسوع قالوا له إذا كنت سبت بيراتوس على هيرودس على شعوب إسرائيل على الرومان كله يتقلب على المسيح إيه الغريب أن يتقلب على المسيحيين وهو فعلا ده الوضع لغاية النهاردة العالم كله هاج على المسيح وصلبه والمسيح قام والعالم كله هيفضل يهيج على المسيحيين الأطقياء ويصلبهم والمسيحيين هيقوموا وفي الآخر النصرة مضمونة في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فهوما ما فكروش في نفسهم فكروا في ربنا يسوع قالوا له صح اللي أنت قلت حصل معك بالزبط اجتمعوا وتأمروا معا وبعدين قالوا بقى آية جميلة قوي ياريت نفهم يقول ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك أو كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون يعني إيه يا جماعة يعني ده أنت يا رب ممشيهم في الخطة اللي أنت حسيبها بمنتهى الدق أنت عينت وحددت وسبقت ورتبت أن في اليوم الفلان واحد واحد 2011 السماء تستقبل 23 واحد من حبيبها وتمانين واحد ياخدوا إكليل المعترفين والكنيسة كلها تهم بقى وتبتدي سنة سخنة صالة وتوبة كل ما سبقت فعينت يدك دول مجرد كنبارس بيقدوا أدوارهم أنا مش بلغي جرائمهم على فكرة بس أنا بقول إيه هنا نسب ما يحدث إلى ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون إنت قلت ده يحصل خلاص وما يحصلش غير في الحجم ده وبالمقاس ده وبالطريقة دي خلاص يبقى كله محسوب يبقى لما الدنيا كلها تتآمر ما فيش حاجة هتحصل إلا ما سبقت فعينت يده يبقى ما فيش صدف ما فيش مفاجآت ما فيش واحد كان على السلم ملحقش ينزل ما فيش واحد نزل بدري يعيني فإيه راح دي كلام نحن اللي على الأرض اللي بتوع السماء فاهمين أن الخطة محكمة جدا ومحسوبة بالملة كل ما سبقت فعينت يدك مش عارف أوضح المعنى ده ولا لا ما يحدث بكل ما فيه من بشعات وأوجاع وألام مفوش أي عنصر للمفاجآة بالنسبة ربنا بالنسبة اللي على الأرض دي مفاجآت غير صارة بالنسبة اللي في السماء محسوبة بمنتهى الدقة ومعينة بصادق العلم والرصد والآن يا رب أنظر إلى تهديداتهم ومنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء ولتجرأ آياته عجائب باسم فتاك القدوس والآن يا رب خلينا في النهار اللي حصل حصل طب الآن إيه بقى بص شوف يا رب بيعملوا فينا إيه انظر بص عليهم إحنا مش نقول لك إحنا ولادك وبتوعك وتبعك أنت مسؤول عننا انظر يا رب إلى تهديداتهم مش بقى بس هنقول له شوفوا التلميذ ما خافوش على نفسهم خالص ما تلاحظوش أبدا احمينا رب نجينا من ما حدش قال كده ده كل اللي شغلهم إيه ادينا نشهد لإسمك أكتر ادينا نفرحك أكتر انظر إلى تدديداتهم ممنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجهرة ويريتك تدعم موقفنا كمان بآيات ومعجزات عشان يعرفوا أن الذي معنى أقوى من الذين عليهم ادي الموقف الإيماني الجميل بتاع الكنيسة ما حدش خايف من الاستشهاد ولا الحبس ولا الاضطهاد ولا المفاجآت ولا المؤامرات كل اللي شغلنا رب بص وشوف تعمل ايه في الشغلانة دي ودينا أقوى نكمل المطلوب مننا فلما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس حكاية تزعزع المكان دي يعني ايه ربنا عاوز يثبت طبعا مش بالضرورة يحصل كل ما نصلي كده لكن الهزة دي معناها ربنا بيقول ده نهز الدنيا عشانك وانتوا قليلين وانتوا قليلين ده أنا أفرج العالم كله مؤامرة أعمال أربعة كانت تكفي لإبادة المسيحية ووقدها نهايتها كان ممكن لو تثابت من غير كنترولر من غير ريس إنما إحنا عايشين ألفين سنة العالم كله يعرف المسيح ليه كل حاجة محسوبة طبعا كل حاجة ماشية مظبوط من يقدر على ربنا نفسه على كنسته تزعزع المكان يعني ربنا بيقول أنا هنا هي مقصود بها كتس أنا هنا بس لسه أعمال خمسة فيه ضربة تاني أعمال ستة فيه ضربة أعمال سبعة فيه استشهاد أعمال يعني أنا هنا بس هنكمل لأنه مش معنى أن أنا هنا خلصت القصة وأجازة من الاتهاد لا وتروح علينا أكليل ليه امتلأ الجميع من الروح القدس يعني إيه لما نصلي في أيام صعبة زي كده نمتلأ من الروح القدس الروح القدس أول ما يملانا يطلع مننا كده سلاسي جميل جدا محبة فرح سلام أنتوا عارفين ثمر الروح كده إذن لما تصلي كويس حتى في أصعب اللحظات تلاقي بعد الغل اللي كان في قلبك تجاه الناس دي من تشكرههم دي ما تجيز بإرادتك دي تيجي بالصال تيجي لما تتملي بالروح القدس تلاقي قلبك هدي وصفي وبصيت للي بيعملوا ده بنظرة شفقة وبعدين تفاجأ تفاجأ بفرح لأن الروح القدس روح مفرح فلما تتملي بالروح القدس في جو زي كده كله تهديد واضطهاد وقلم تبقى فرحان وتلاقي سلام سلام يعني إيه يعني يحصل اللي يحصل ما فيس أي مسكل كله حل زي ما هو يشوف سلام عجيب يحصل في الكنيسة في الوقت ده بالرغم أنه الوقت ما تكهرب جدا بس هو ده بقى شغل ربان لما صلوا تزعزع المكان امتلأ الجميع من الروح القدس والنتيجة طبعا القوة كانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهر ابتدوا يكملوا رسالتهم عادي جدا وينطلق آخر حاجة خلاص يقول وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحد ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جماعه يعني عكس تماما اللي كان مقصود بالاضطهاد والتهديد والتآمر عكس تماما اللي كانوا عاوزينه هم عاوزين يفضوا الكنيس الكنيس هتزحم عاوزين المؤمنين يقلوا هيزيدوا عاوزين مش عارف يثبتوا علينا التهم هتثبت عليهم فكل اللي بيحصل محسوب وإذا لم يكن فيهم أحد محتاجا لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها تحت عند أرجو للرسل فكان يوزع لكل واحد كما يكون له إذن وجود الاضطهاد بأي درجة بأي شكل مش معناه كنيسة هتضعف معناه كنيسة هتكبر خلي بقى لكم القعدة الغريبة دي أن وجود أيام اضطهاد وضيقات معناه ده عز نمو الكنيسة دي أكتر أيام الكنيسة تكبر فيه وتنتشر وتمتد وتتعمق كلنا نبقى أحسن بالأول ده سر بقى من أسرار تاريخ الكنيسة أن في أي فترة يحصل فيه ديقة جديدة كلنا نترقى درجة روحية وتضعف أعدادنا على طول الحاجة التانية تبقى الشهادة أقوى يعني في الوقت اللي المفروض نسكت والكلام يقل من غير ما نتكلم الصوت يتمس يسمع لوحده هم يقولوا علينا الصح تباني الحقيقة من غير حتى كلام الشهادة تبقى أقوى تلاتة نعمة على جميعهم النعمة تزيد في الوقت ده لأن ربنا عارف يسند أولاده فتلاقوا في نعمة كده بتسند كل من في مسئولية وكل واحد في موقعه النعمة تسند الكل كما كان هكذا يكون ده سيناريو صغير قوي من أعمال أربعة ما منعش أن الأباء الرسل في آخر حياتهم استشده وما منعش من أعمال أربعة الأعمال ثمانية وعشرين ما فيش إصحاح ما فيش ألم أو ضيق إنما من أربعة لثمانية وعشرين الكنيسة تضاعفت مئات المرات والكرازة امتدت للعالم كله إنما خط الألم واللي اضطهد كان مكمل وقدام كل ألم كان الرياكشن الأولاني والطبيعي لما رفعوا لما سمعوا رفعوا أصواتهم بنفس واحدة لإلهنا كل مجدو كرام الأبدا